في وقتٍ بات العالم يشهد فيها العديد من الكوارث الطبيعية التي تخلف أزماتٍ مادية ومعنوية لكثيرين حول العالم أعلنت الأمم المتحدة أن أزمة التغير المناخي ضاعفت وبدرجةٍ كبيرة الكوارث الطبيعية مثل أمطار الغزيرة والعواصف والتي تعد الأكثر انتشاراً منذ العام 2000 وبدورها أودت بحياة مليونين ومائتي ألف شخص خلال العقدين الماضيين فيما تعتبر الأمم المتحدة أن أسوأ مشكلة في العقد المقبل ستكون موجات الحرارة وأفاد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير بأن الفترة من العام 2000 حتى 2019 شهدت نحو 7348 كارثة طبيعية حصدت أروح مليون وثلاثة وعشرين ألف شخص وأسفرت عن خسائر تكلفتها نحو 2.97 تريليون دولار الرقم الذي يعادل ضعف الذي سجل في السنوات العشرين الماضية وبدورها أعلنت الأمينة العامة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي منزوتوري في مؤتمر صحفي أن كوفيد-19 سهم في توعية الحكومات والجمهور عموماً حول المخاطر التي تحدق بالعالم حيث اعتبرت أن التقلبات المناخية يمكنها أن تكون أسوأ من الفيروس ويظهر التقرير الذي لا يتطرق إلى مخاطر انتشار الأوبئة كفيروس كورونا أن تفاقم الكوارث الطبيعية مرتبط خصوصاً بزيادة الكوارث المناخية التي ارتفعت من 3656 إلى 6681 بين العامين 1980 و2019 وتقدر تكاليف الكوارث الطبيعية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ العام 2000 لكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن العديد من الدول خصوصاً في إفريقيا وآسيا حيث لا معلومات عن الأثار الاقتصادية وفي العالم يزداد عدد الضحايا خلال السنوات بشكل قياسي في حين ارتفع عدد المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية من 3.25 مليار إلى 4 مليارات إذن هناك العديد من الروابط المباشرة بين الصحة والبيئة يبعث بعضها إلى الأمل لناحية أن التقدم في أحد المجالين قد يعني إحراز التقدم في المجال الآخر وبذلك يتوجب على الجميع في كافة أنحاء العالم الحفاظ على بيئة صحية وصحة سليمة ترجمة نانسي قنقر